اي شنو الاسم اليوم؟ انا بش نشوفوه هاي غسطوش شبيك سيرين؟ تحب تهبط للجردق تحب نهبطه اينا؟ لا لا ما تحبش عالجردق يظهر اللي تحب ترقد ايجا عزيستيج ايجا نحط قطفرشك طب ما اقول ما تعرفش شنو تحب هيا اي عادي الواحد ساعات ما يعرفش شنو يحب انت اليوم علش مشيت للحنو مشيت اشرفي باشكوتو لا عنا شبع باشكوتو انت كنت قلق حبيت تخرج صحيح فعادي الواحد ساعات ما يعرفش شنو يبيه ولا شنو يحب ايجا نفهمك حاجة؟ احنا ندعيه بش ربي يعطينا حاجات اما ربي العالمين يعطينا حاجات اخرى تعرفش علش؟ علش؟ لان الله سبحانه وتعالى علم يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء اعلم بك منك يعرف انت علش دعيت الدعاء هذا ويعرف شنو اللي انت تحب بالضبط حتى لو كان انت ما تعرفش ويعطيك اللي تحب عليه وبالطريقة اللي تناسبك انت يعني مثال تلقى واحد يدعي في ربي ليل ونهار انه يهجل كندا يا ربي نهجل كندا يا ربي كندا كندا وربي سبحانه وتعالى يعلم انه الشخص هذا مش يحب على كندا بالذات هو يحب يعيش مرتاح في امان وسعادة ربي سبحانه وتعالى يعطيه الامان والسعادة في البلاد اللي يعيش فيها ايه علش ما يهزوش الكندا لان الله العليم يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون شنو 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 ماما احكي بالعربي معنتها الله وحده يعلم لو كان الشخص هذا مش يلكن اداء كيفاش بش يكون حاله مايش بش تساعده ماوش بش يرتح فيها فالله لأدنه العليم اعطى الشخص هذا اللي يحب عليه وبالطريقة اللي يتنفعه الله العليم يعرف احتياجاتنا الكل يعرف شنو اللي في قلوبنا من حب وخوف وحسد وغيرة وطواضع وكبر يعلم اللي يدور في مخاخنا الكل من افكار ووسوسة وطموحات ويعلم كل اعمالنا كانت حرقنا ولا تكلمنا ولا اسررنا ولا شفنا ولا اسمعنا ولا حتى غمزنا بعينينا يعلم اعمالنا الكلها الكبيرة وصغيرة يعني ربي سبحانه يعرف كيف انت تبني مدرسة للأيتاء ولا علقت منشفة القطاع طايحة على القاعة الله يعلم كل شي وما ينسى شي سبحانه انت تنجم تنسى ولكن الله لا ينسى وباش يحاسبك على اي حاجة وعلى فكرة مش لازم تصور وتحط على انستاغرام والناس تشوف باش توري لي انت عملت خير مش لازم راهو تعرف كان حسيت روحك تحب الناس تشوف لازم تراجع نيتك وتسئل روحك انا علش نعمل في الخير هذا كان نيتك الشهرة ولا الصمعة ولا المدح ولا الفلوس ولا تحب الناس ترضى عليك يولي ما عادش عندك حسنات عند ربي سبحانه رد بالك الله عليم حتى بالنوايا والمقاص تزيدة تعرف اما الناس في عهد الرسول عليه صلوات الله بنى وجامع جامع حاجة بيه يا هكا ولا ليه؟ نيتهم تاب بالمشاء الله اما ربي سبحانه وتعالى عالم انه قصدهم من هذا المسجد تفريق المسلمين محبوش المسلمين يجتمعوا في مكان واحد فعاقبهم على هذا الجامع لانه سبحانه علم انه قصدهم الشر ومن شيراء اخرى تنجم انت يكون قصدك به وتحب تعاون اما تفسدها وفي عودة تجي تكحلها تعميها ورغم انه الناس الكل يبدوا يسيحوا عليك ويوابخوا فيك اما الله العليم يعلم انك كنت قصد خير ويجازيك بالحسنات الحمد لله الحمد لله على وجود الله الحمد لله ان الله العليم يعلم التزام المتزمين وتفلت المتفلتين تحترم قانون الطرقات وتحط في السبتة ولا تسوق بها ماجية وترعب في الناس تحضر دروسك ومركز ولا تحل في اليوتيوب وتضيع في الوقت تصلي بخشوع ولا يقف على السجادة حتى الوضو مكش متوضي بش امك تخليك تكون نكتر وبناتنا احنا الكل عنا اخطاء وعنا ذنوب وعنا عيوب لكن العليم يعلم شكون فينا مش عاجبه حاله يحاول يصلح من روحه وشكون اللي مش هامه اللي يحب يحسن من روحه ربي يعاونه واللي ما يهموش ربي يتخلى عليه وعلم الله يشمل كل الخلق انسان حيوان نبات حشرات جمدات بنجوم كواكب كل شيء كل شيء يعلم كل ما يصير في هذا الكون بطريق طاح في القطب الجنوبي يعلمه الله فكرون امتع بحرب لعشكارة بلاستيك في المحيط يعلمه الله ويعلم زيدة شكونر ما شكارة يعلم كل كعبة غلى تطلع في كل سجرة في العالم يعلم حاجاتنا ضايعة لكل وينها بلو تتصيرين مثال الآلة الحسبة متع خاليل حقا ويني الشوكولاتة اللي جابها بكم البارح؟ مش ضايعة؟ ما ما تجمل ضاي عايشك باي شنوها كنت نحكي نسيت لا إله إلا الله آه وكانج معنى علم الناس الكل بما فيهم العابة يقرأ وفي كل المجالات حساب برمجة علم نفس تاريخ جغرافيا فيزيا كيميا وفضاء كله كله بجامعاتهم بأبحاثهم بشهاداتهم بتاع الدكتورام تيحهم بتاع مستريتهم كله كله لو جمعناه العلم هذا الكل وقارنناه بعلم الله ما يجي حد شيء والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تعلمون فما حاجات أصلاً ما يعلمها كان ربي سبحانه وتعالى كيف الغيب؟ المستقبل أي واحد يجي يقول لك أنا نعرف أش بش يسير راهو نصاب لا كارتة ولا أبراج ولا فنجن قهوة ولا حتى تنجرة ملوخية الله سبحانه وتعالى وحده يعلم ما سيكون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً على هذاك كيف نحتاره في أي حاجة نستخيره نصلي وركعتين وندعي والله ندعي والعليم نعمل هكة ولا لا نشري الحاجة هذه ولا مش لازم فإنك تعلم ولا أعلم كان الحاجة هذه فها خير يا ربي اعتيها لي وسهلها لي وكان فها شر بعدها علي المهم ندعي انت كيف تدعي رك وصلت ادعي وارضى بقضاء الله لأن العليم يعلم شنوه في قلبك ويعلم شنوه تحب يعلم شنوه لي انفك وشنوه لي ضرك فيعطيك اللي انت تحب عليه وبالطريقة لي تنفك ويزيد ويبعد عليك الحاجة الخايبة اللي تضرك ويرضي قلبك ايش خير من هالخيرة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ما قلت لبابا وميمة بشمشون بيت وبحثهم؟ لا عليش؟ نحطوهم قديم الأمر الواقع اوكي 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 اوكي